السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في English with Simo الكثير من المتابعين يشتكون من عدم القدرة على تحميل الكتب والوتائق المهمة جدا التي أضعها في موقع www.englishwithsimo.com لهذا في هذا الفيديو سوف أوضح لكم طريقة تحميل الكتب التي أضعها في هذا الموقع إذن أولا تذهب إلى موقع www.englishwithsimo.com كما تشاهد هنا ثم تذهب إلى كتب الإنجليزية وتختار كتب حسب المستوى الذي تدرس فيه هناك كتب المبتدئين كتب مستوى الثانوي وكتب الجامعة هنا سأستعمل كتب الجامعة في هذا التوضيح مثلا أضغط على كتب الجامعة وهنا سوف تجد مجموعة من الكتب الخاصة بطلبة الجامعة ننتظر قليلا لأن هناك الأنترنت ليست جيدة إذن هنا تجد كتب الجامعة هذه الكتب مهمة جدا لكل طالب داخل الجامعة مثلا هذا الكتاب لتحميل هذا الكتاب تضغط على المزيد من المعلومات ثم هنا سأقدم لك بعض المعلومات حول الكتاب يعني ستقرأ هذه المعلومات وتترى إن كان هذا الكتاب مفيد بالنسبة إليك أم لا ولتحميل هذا الكتاب فقط تضغط على إضغط هنا لتحميل الكتاب عندما تضغط على هذه الأيقونة إضغط هنا لتحميل الكتاب سيتم تحويلك إلى هذه الصفحة ستجد غلاف الكتاب وهنا تنتظر خمسونة تانية لكي يظهر لك رابط التحميل إذن سأنتظر قليلا إذن كما تلاحظ بعد انتهاء خمسونة تانية سوف يظهر لك رابط تحميل الكتاب ويقول إضغط هنا لتحميل الكتاب هنا تضغط فقط على إضغط هنا لتحميل الكتاب وسيتم توجيهكم مباشرة إلى صفحة تحميل الكتاب وهو مرفوع على سيرفرات ميديا فاير جميع الكتب أرفعها والوثائق أرفعها على سيرفرات ميديا فاير إذن تضغط على داونلود وسيقوم بالتحميل مباشرة كما تلاحظ هنا سيف يعني تختار مكان الكتاب وتحمل الكتاب ثابتا هذه هي طريقة تحميل الكتب من موقع www.englishwithsimo.com وكذلك الوثائق إذن أتمنى لكم التوفيق كان معكم سيمو من قناة English with Simo Take care, have a great day and bye bye